موسيقى أهلا بكم مشاهدينا عالم جليل وباحث شهير ذا عصيته في العالم الإسلامي ودخلت مؤلفاته ملايين البيوت والمساجد قام بتأليف حصن المسلم الذي ما زال يطبع ويوزع في كثير من البلدان عانى قسوة الحياة في صغره وتمكن في شبابه من تجاوز المصاعب إلى نيل أعلى الشهادات الأكاديمية حياة الراحل الشيخ سعيد بن وهف القحطاني نتابع موسيقى أعرف العالم الدعوة إلى الدين الإسلامي منذ بدء الرسالة قبل أربعة عشر قرنة واختلف كثير من العلماء لاحقا في أسلوب دعوة الناس إلى دخول الدين بعدما سخرها البعض لخدمة أفكار لا تمت للإسلام ولا لسماحته وظهر في كثير من القرون دعاة اعتمدوا على ما جاء في الكتاب والسنة من أجل تقديم الصورة الصحيحة للشريعة الإسلامية وإبراز سماحتها وهدفها الحقيقي كان الشيخ سعيد بن وهف القحطاني أحد هؤلاء الدعاة الذين انتهجوا الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الإسلام ما جعله واحدا من أكثر المؤثرين في العصر الحديث بات كتاب حصن المسلم أحد أكثر المؤلفات انتشارا بين المسلمين بعدما انتهج كاتبه الشيخ سعيد بن وهف نهجا يراعي أهمية الدين في حياة الناس اليومية وضرورة الفهم الصحيح لمبادئ الشريعة الإسلامية الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمة الله تعالى عليه علم وقامة يعني القامات العظيمة في مجال العلم الشرعي وفي مجال أيضا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحديثي عنه حديث الخبير به نظرا لقوة العلاقة بيني وبينه فأنا أعرفه من أكثر من يعني أربعين أو خمسين سنة والعلاقة بيني وبينها قوية نظرا لأننا من منطقة واحدة ونلتقي دائما في المناسبات الدعوية وأيضا في التوعيد الإسلامية في الحج وفي الصيف وأيضا أثناء زيارته للرياض تميز الشيخ هو شيء يعني ملحوظ في حياته أولا العصامية فهو يعني كانت شباب في القرى في المنطقة الجنوبية إذا غلقوا السادسة الإفتجائية يجلسون في بيوت أهلهم مع أغنامهم ومع مزارعهم لكنه لا عندها طموه ولذا لم يبقى في القرى جاء حكم العسكرية لكن وجد أنها أقل من طموهه فسافر إلى الرياض وواصل تعليمه حتى حصل على أعلى الدرجات أيضا يتميز بالانفراد في قضية التحقيق من العلوم يعني لا يقبل أي مسألة إلا بعد أن يتأكد منها ويدرسها دراسة عميكة ويتوثق من صحتها وصحة مصادرها فهذه من الميزات في الجانب العصامي والتأهيلي العلمي أيضا في جانب آخر وهو جانب التطبيق العملي لما يتعلمه يعني لم يكن يتعلم فقط ليأخذ الشهادة أو ينال لا كان يتعلم ليعمل ولذا هذه صفة من صفات العلماء الربانيين وهي من أسباب نبوغ السلف الصالح أنهم كانوا يتعلمون ليعملون ولذا تظهر عليه في حياته الشخصية وحياةه الأسرية وحياةه العملية ظاهرة التمسك والالتزام بالدين والعمل بكل ما يعني يتعلمه من شريعة الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أرحب فيكم في هذا اللقاء الذي تشرف بأن أتحدث عن هذه الشخصية وقبل أن أتحدث عن هذه الشخصية أشيد بمن سمى البرنامج برنامج الراحل وهو حديث عن من سبقونا إلى الدار الآخر ونساء الله يجمعنا وإياكم وإياهم في فردوس الأعلى في الجنة الحقيقة الشيخ سعيد بن علي بن واث القحطاني وشخصية غنية عن تعريف به وقد تعرفت عليه منذ عام أربعمائة وألف للهجرة وقتها كان للتو منتقل إلى الرياض وكان في السلك العسكري كصف ضابط ولكن من أراد أن يتعلم الهمم فلينظر إلى الشيخ ولأمثاله إذا كانت الهمة عالية تعرفون جميعا وكما هو معلوم في كثير من وسائل الإعلام أنه بدأ دراسة الابتدائية في السن سن الخامسة عشرة وهذا أمر مستغرب يعني اليوم كأنك تقول في السنة الثانية متوسط من قرية اسمها طريب في جنوب المملكة العربية السعودية في منطقة عسير ولكن سبحان مودع الهمم فدرس وتحق بسلك العسكري وأكمل الدراسة حتى انتهى الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم التحق بجامعة الإمام كلية أصول الدين طبعا في هذه الفترة تعرفت عليه وبدأ يحضر دروس سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالبنباز رحمه الله تعالى بانتظام دروس الفجر أربعة أيام الأحد الاثنين الثلاثاء الخميس ودروس الشيخ أيضا بعد صلاة الجمعة في جامع سارة والأحد مساء في جامع سارة ودرس الجمعة بعد الظهر في منزل الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى يحضر أيضا دروس الشيخ صالح الفوزة وفي الوقت نفسه يكمل التعليم حتى إذا انتهى مرحلة البكالوريوس استقال من السلك الأسكري وتفرغ للسلك الدعوي وكانت رسالته الحكمة في الدعوة إلى الله في الماجستير ثم أخذ الدكتوراه أيضا في صحيح البخاري فلما انتهى من الدكتوراه ما شاء الله تفرغ لطلب العلم ووفقه الله سبحانه وتعالى وأحسب أن ذلك أخي الكريم راجع لي والعلم عند الله ولا نزكي على الله أحد لإخلاص في النية لا نعلم فوفقه الله بأن كان جل كلماته في مسجده الأمر الذي يوفر كثير من الوقت له لا يحتاج أن يذهب لأنه داعي ميداني فهو يشارك في الحج بصفة مستمرة ولكن دروسه الميدانية كانت في جامعه وما جاوره وهذا وفرت عليه وقت كبير جدا وكان في مسجد القوات المسلحة الخاص بأفراد القوات المسلحة مدة من الزمن حتى انتقل مؤخرا الجامعة الأمير بندر في طريق الخرج وهنا الموجودة الآن لا يزال ابن عبد العزيز وحد إخوان لا يزالهم في ذلك الجامع هذا باختصار علاقتي مع الشيخ منذ عام 1402 حتى توفاه الله وعند بعض الأمور التي قترت في ثنايا الحديث هذا العالم الذي لم يسع يوما إلى الشهرة ولم يخطب ودها ولم يظهر كثيرا في وسائل الإعلام كان المسلمون في جميع أنحاء العالم يعرفون الشيخ سعيد رحمه الله تعالى بأعماله وكتبه وأعماله الإسلامية والدعوية فقط أما عامة الناس فلم يعرفوا عن الشيخ سعيد إلا بعد أن ضجت وسائل الإعلام المختلفة بخبر وفاته وكانوا يقولون كنا نعتقد أن الشيخ سعيد رحمه الله لم نكن نعتقد أنه من المعاصرين كنا نعتقد أن الشيخ رحمه الله من علماء القرن السابع كنا نسمع عنه وعن كتابه حصن المسلم الذي انتشر في جميع أنحاء العالم ولكنهم لم يعرفوه شخصيا ولد الشيخ سعيد بن علي بن وهف بن محمد القحطاني في بادية وادي العرين شرق مدينة أبهى خلال العام 1951 نشأ الراحل وسط أسرة عرفت بطلب العلم وعاش طفولته وسط بيئة بدوية منحته الصلابة والقوة تأثر القحطاني بشخصية والده الشيخ علي بن وهف واقتدى به في التدين وطلب العلم الوالد هو سعيد بن علي بن وهف بن محمد من قبيلة آل جحيش من سليمان عبيدة قحطان وقد ولد رحمه الله تعالى في قرية يقال لها العرين بلاد قحطان في عام 1372 من الهجرة وكان رحمه الله تعالى عاش في هذه البادية في هذه القرية ورعى الأغنام كما كان الأنبياء عليه السلام يفعلون ذلك بدأ حياته في رعاية الأغنام ومع والدته ووالده في هذه المنطقة حتى ترعرع وبلغ سن الخامس عشر دخل المرحلة الابتدائية الصف الأول الابتدائي بعدما أنهى الراحل دراسة السنة الثالثة من المرحلة الابتدائية التحق الشيخ سعيد بالقوات المسلحة برتبة جندي تمكن الراحل خلال عمله العسكري من مواصلة دراسته والحصول في عام 79 على الشهادة الثانوية من مدرسة الملك عبد العزيز في الرياض أما القصة التي ذكرها لي هو بنفسه رحمة الله تعالى عليه وقد استضافني يوما من الأيام في القاء بحاضرة في الجامع الذي كان يأمه في الرياض واستضافني في بيته تلك الليلة وأبأ أن أبقى في الفندق قال لا البيوت الإخوة هي الفنادق فوافقت له بناء على محبتي له رغم أنني أفضل دائما الفندق لأني أخذ فيه راحتي وحريتي لكن تلبيته لرغبته وأثناء ما احنا جالسين بل ذكر لي شيء يعني فرحت به كثيرا وقال إنه في بداية حياته رحمة الله تعالى عليه التقى بالتحق بالمدارس الابتدائية حينما أحدثت في القرية التي كان يعيش فيها هي قرية طريب بمنطقة عسيل وبعد ذلك أخذ الابتدائية وكان فيه سن يعني كبير لأن المدارس الليما تفتح يعني يلتحك بها كل الطلاب سواء في أعمار كبيرة أو صغيرة يقول وأخذت الابتدائية وعندي رغبة وطموح أني أواصل تعليمي لكن ما عندي مجال أن ليس فيه يعني متوسطة ولا ثانوية في طريب ولا أعرف أروح أبها يقول فوجدت أن أفضل طريقة هي أنني ألتحك بوظيفة فذهبتي إلى خميس مشيط والتقيت بالتحكت بالعمل العسكري سجلت في مركز التدريب في وزارة الدفاع يقول أنضينا حول شهرين في التدريب العسكري وبعدين قسمنا على يعني أفرع الجيش ومن ضمن حظي أنا أني جيت في الموسيقى العسكرية يقولوا ما كان عندي فيها شيء لا أنه أبغى أدقدق وأبغى أشوف الناس يقولوا فعلا اشتغلت معهم حول شهرين وأنا يعني أمارس وأصبحت مارس حتى أنه يقول سلموني طبلة كبيرة الطبلة أكثر مني أكبر مني في حجمها لكني متكن لها يقولوا بعد هذا يقول يوم الخميس على الجمعة كان إجازة الخميس والجمعة نزلت إلى الخميس مشيط لأنها المدينة القريبة من المدينة الحسكرية يقول وصليت للمغرب في جامع الخميس الكبير وكان هذا الموعد موعد محاضرات أسبوعية لي ولبعض المشايخ يقول وشاء الله عز وجل أن تكون أنت المتكلم في تلك الليلة يقولوا تكلمت عن جوانب كثيرة لكنك ركزت على الأغاني وأدلة تحريمها والموسيقى يقول فأنا يعني كنت طالع يمين شمال يقول الشيخ هو يعرفني هو يكلمني كأنك تكلم توجي الكلام لي يقول وحصل في قلبي قناعة أنه ما يصلح لي هذا العمل يقول وخرجت من المسجد وذهبت إلى المدينة العسكرية يقول وكان لي زميل في السكن سلمته العهدة التي بيدي نعم ومشيت في اليوم الثاني وإلى الرياض والرياض هناك تحكت بالمعهد العلمي معهد إمام الدعوة وهذا المعهد طبعا من أوثق المعاهد العلمية في المملكة نظرا لأن المدرسين فيه يعني من أمهر ومن أفضل العلماء يقول والحمد لله التحكت بالمعهد وانتهيت من الدراسة فيه حتى الثانوية ثم بعد ذلك التحكت بكلية الشريعة وإن شاء الله أن أواصل بعد ذلك دراستي الماجستير والدكتوراه هو أن أعمل في الرئاسة العامة للبحوث العلمية مع سماحة الوالد الشيخ عبد العجيز بن باس داعية إلى الله في الرياض قاد حب العلم الشيخ سعيد بن واهف إلى الدراسات العليا ونيل درجة الماجستير من قسم السنة وعلومها حملت رسالة تخرج شيخ الراحل عنوان الحكمة في الدعوة إلى الله وحصل في العام 91 على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في عام 98 لالشيخ سعيد بن واهف درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن زعود الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف اختار الراحل فقه الدعوة في صحيح البخاري عنواناً لرسالة التخرج وبعد المناقشة خلت اللجنة وتداولت الرأي وأوصت بمنف الطالب سعيد بن علي بن واهف القحطاني درجة الدكتوراه في الدعوة والاحتساب مع مرتبة الشرف الأولى عمل الشيخ سعيد بن واهف وظيفة مستشار دعوي في وزارة الشؤون الإسلامية فضلاً عن عضوية اللجنة المكلفة باختيار الخطباء والدعاة في البلاد أثر الشيخ سعيد بن واهف المكتبة الإسلامية بعشرات المؤلفات التي بلغ صداها العالم بدأ الراحل في إصدار كتبه منذ العام أربعة وثمانين بلغ عدد المؤلفات التي أصدرها الشيخ سعيد نحو مائة وثلاثين كتاباً تناول فيها كثيراً من القضايا الشرعية والشؤون الدعوية ترجمت مؤلفات الشيخ سعيد بن واهف إلى كثير من اللغات وقامت الجهات المهتمة بترجمة أكثر من ثمانية وتسعين كتاباً وتوزيعها في البلدان الإسلامية ومراكز الجاليات في أوروبا وأمريكا بدأ الوالد رحمه الله تعالى في التأليف تأليف المؤلفات بعد أن تخرج من كلية أصول الدين تقريباً عام 1404 من الهجرة فكان لديه رحمه الله تعالى مائة وثلاثين مؤلف ألفها رحمه الله تعالى من أوائل مؤلف أو من الكتب التي ألفها وانتشرت وذا عصيتها في العالم الإسلامي وجميع دول العالم الإسلامي وهو كتابه حصن المسلم وأذكار حصن المسلم والناس لا تعرف إلا هذا الكتاب حتى أنهم أطلقوا عليه صاحب كتاب حصن المسلم وللوالد رحمه الله تعالى لديه مائة وثلاثين مؤلف أي ما يقرب تقريباً عن أو خط بيده أكثر من عشرين ألف كتاب لكن هذا الكتاب الذي انتشر وذا عصيته وانتشر في الدول الإسلامية والدول الغربية وطبع منه ملايين نسخ هذا الكتاب والعلم عند الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قبل هذا الكتاب وسبب انتشاره هو إخلاصه وإخلاص الوالد رحمه الله تعالى في ذلك حتى أني أسأله دائماً وكثير من الناس يسأله ما سبب هذا الانتشار وهذا كتاب حصن المسلم انتشر في دول العالم الإسلامي والدول الغربية ما هو سبب الانتشار لهذا الكتاب فيقول لوالد أسأل الله القبون أسأل الله القبون نسأل الله الإخلاص نسأل الله الإخلاص فالذي يظهر بالله وأعلم هو إخلاص الوالد رحمه الله تعالى حتى من شدة انتشاره ترجم إلى أكثر من أربعين لغة أربعين أو خمسين لغة أكثر من أربعين أو خمسين لغة فانتشر انتشارا عجيبا وكتب الله له القبول وما تجد بيت أو مسجد أو مكتبة أو أي مكان في هذا العالم إلا وتجد هذا الكتاب الذي هو حصن المسلم أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته كان متحرج هل يضع كلمة الدكتور أو حرف الدال الذي يعشقه الكثير على المؤلفات أو لا يضعه طبعا هذا تعرف في المدارس الإدارية مدرسة هل الدال يضيف لك أم أنت تضيف له أو تكافؤ هذا موجود في عالمنا فمن الناس من إذا فقدت دال زعل إذا ما قلت لي يا دكتور أقام الدنيا ولم يقعدها ومن الناس من لا يكثرث للموضوع لأنه فوق والموضوع المجال ليس مجال حديث عن هذا الموضوع لعل يكون في مناسبة أخرى فسأل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن هذا الموضوع الشيخ سعيد بن وهف سأل الشيخ عبدالعزيز بن باز عن هذا الموضوع فقال له سمحت الشيخ ضعد لقب فهذا أمر في زمننا لا بد منه فتع عليه في التأليف ما لم يفتع على غيره وذلك فضل الله يأتيه من يشاء من الناس من يعطيهم الله تعالى ملك في المحاضرات ولا يشق له غبار ولكن في التأليف مقل ومن الناس من يكون بالعكس ومن الناس من يجمع الأمرين وذلك فضل الله يأتيه من يشاء فالشيخ رحمه الله عنده محاضرات وخطيب جمعة كما ذكرت لك زمن طويل يعني أكثر من ثلاثة عقود ولكن فتح الله عليه في التأليف ما لم يفتح لغيره في التأليف حتى بلغت مؤلفاته كما لا يخفى على شريف علمك ثلاثين ومئة والمترجم حصن المسلم بس فوق أربعة وأربعين ترجم وهنا نقطة لا أدري سبقني إليها أحد أو لم يسبقني حدثني رحمه الله أنه رأى رؤيا أنه في الصين ومن أحسن الناس تأويلا أحد المشايخ من 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 يعمل بجواره اسمه حسن المشيخي هذا عجيب في التأويل عجيب جدا فأظنه هو الذي أول الرؤية قال إيش الرؤية إيش تأوي للرؤية أني في الصين أنا ما سافرت وخارج المملكة ما يسافر كثيرا قال إن صدقت رؤياك فسيترجم كتابك إلى الصينية وبعدها بأيام أخبر أن الشيخ أنه ترجم الكتاب إلى الصينية هذا كالوقت قبل أن تصل الترجمة إلى أربعة وأربعين فالشيخ فتح عليه في التأليف ما لم يفتح لغيره وأتشرب بأن يحوي عدد من كتبه التي أعطاني بالمجان لا يكاد يذكر حصن المسلم حتى يأتي اسم مؤلفه الشيخ سعيد بن وهف بات هذا الكتيب الأكثر انتشارا في العالم الإسلامي ولا يكاد يخلو بيت أو مسجد حتى الآن من حصن المسلم كنا نحظر حقيقة لديه يوميا في المنزل وفي الجامع اللي يصلي فيه وكان يقدم دروس يوميا بعد صات العصر وكنا نحظره من ضمنها كان تفسير صورة الفاتحة شرح الوصول الثلاثة وحضرنا معه إلى آخر نفس في حياته وهو يشرح ويقدم العلم حين كانت هالأمور خففت علينا كثيرا من الصدمات ومن يعني ألم الفقد حتى توفى الله عز وجل ولا شك بأن وفاته كانت كبيرة ليس فقط على إخوانه ولكن على محبيه وعلى جميع من أن تفع به علم الشيخ وكثير من الناس لم يشعر بفقد الشيخ إلا حينما توفى حقيقة وذاع خبر وكان في الترند اللي مندت تقريبا في التويتر مندت يومين وكانت كثير من الناس تفاجأوا بأن هل صاحب كتاب حصل المسلم معقول أنه لا زال يعيش بيننا لأنهم كانوا يرون أن كتاب حصل المسلم منتشر في جميع أسقى على الأرض دون أن يعرفوا الشخص نفسه وأنه موجود وين موجود لأن الشيخ سعيد رحمه الله كان حريص على الإخلاص في العمل وعدم يعني إظهار نفسه أو استخدام الإعلام لإظهار نفسه بقدر ما هو يرغب في إظهار العمل نفسه أذكر على ذكر موضوع كتاب حصل المسلم أني سمعتم أنه مرة أنه أول ما ألف كتاب حصل المسلم كان لا يريد أن يضع اسمه على الكتاب كان يريد أن ينشر كتاب حصل المسلم دون أن يذكر أن هذا من جمع وتخريه وتأليف ولكن حسن ما أفادني رحمه الله بأن دائما ما كان يأخذ برأي الشيخ بن باز رحمه الله لأنه كان مصاحب للشيخ بن باز فقال له يا ابني الناس لن تقبل مجهول حينما عرض عليه فكرة أن يترك كتاب حصل المسلم بدون ذكر اسم المؤلف فقال يا ابني الناس لن تقبل مجهول كتاب مجهول لا يعرف من صاحبه ولا من ألفه فأخذ برأيه وكتب الاسم على مضب ولا ما كان يريد أن يضع اسمه على الكتاب ولكن سبحان الله كتب الله له القبول واندشر مما أثر فيني حقيقة أيضا في حياة الشيخ أنك ترى العالم الذي له يعني أثر العلم ظاهر فيه في خشيته وكثر الذكر لله وإخلاصه ولا نزكيه على الله غفر الله له فمره مرات يعني أتيت له بعد يعني عشرة معه أتيت له وقلت له يا شيخ ما سبب انتشار حصل مسلم وهذا الكتاب العظيم الذي انتشر في بقاع الأرض وطبع بطبعات كثيرة جدا وترجم بأكثر من 46 لغة تقريبا فقلت له ما سبب انتشار هذا الكتاب يا شيخ فقال لي عبارة يعني هذه العبارة درس لكل طالب علم ولكل من انتشرت له الكتب والمؤلفات والخير قال لي رحمه الله وما يفيد الانتشار إلا ميقبل الله سبحانه وتعالى وما يفيد الانتشار إذا لم يقبل الله سبحانه وتعالى فالعبرة بالقبول وقال لي تريد أمدح نفسي أسأل الله أن يتقبل مني أسأل الله أن يتقبل مني وكانت هذه من الرسائل العظيمة العملية التي تراها في الشيخ وأرى والله أعلم بحكم ملازمة للشيخ 14 سنة تقريبا أن من أسرار انتشار حسن مسلم الأمر الأول حرصه على الإخلاص الشديد الذي لا يريد أن يظهر عمله لأحد الأمر الثاني تطبيقه لما قال وحرصه على التطبيق بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتكلم مع أحد بعد الصلاة إلا بعد أن يقول أذكار الصلاة فيأتي السائل بعد الصلاة مباشرة فيأتي الشيخ و يجلسه بجانبه و يمسك يده و لا يتركه إلا أن يقول أذكاره كاملة تم بعدين يقول سم هذه عبارة التي لا تنسم تفضل بعد ما يتكلم و يقول أذكاره رحمه الله إذا ذكر اسم الشيخ سعيد رحمه الله أول ما يتذكر الإنسان كتاب الشيخ الشهير حصن المسلم و قد سافرت في مرة من المرات إلى السودان فذهبت مع بعض الأصدقاء من مدينة الخرطوم شمالا إلى شمال السودان فمررت بمركز شرطة أو نقطة تفتيش أو ما أشبه ذلك فوجدت أحد العساكر و معه كتاب حصن المسلم فالحقيقة يعني شدني هذا الموقف فأول ما رجعت إلى الرياض قابلت الشيخ سعيد رحمه الله و قلت له يا شيخ أبشر أبشر بالأجر وأبشر بالخير أنا الآن أتيت من السودان و ذهبت مع بعض الأصدقاء إلى شمال السودان فوجدت عند نقطة تفتيش أحد العساكر معه كتاب حصن المسلم يقرأ فيه ففرح الشيخ و قال و أطرق برأسه و كان يقول نسأل الله الإخلاص نسأل الله الإخلاص نسأل الله الإخلاص فرح الشيخ رحمه الله تعالى بإنتشار هذا الكتاب و ما كتب الله عز وجل له من القبول و كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء اللهم إني أسألك العفو والعافية فينبغي المسلم أن يحافظ على ذلك و يعنابه صباحا و مساء اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني و دنياي و أهلي و مالي اللهم استرعوراتي و آمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و من فوقي و أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي قل لي بالله لو قال المسلم العبد هذا الدعاء من قلبه في الصباح و في المساء و حافظ عليه الله تبارك و تعالى لا يخيبه لا في الدنيا و لا في الآخرة هذا دعاء عظيم ينبغي المسلم أن لا يفوته كل يوم لأن هذا من أعظم المطالب تناول الراحل قضايا الجهاد في سبيل الله على ضوء الكتاب و السنة مبينا المنهج الصحيح للتعامل مع مفهوم الجهاد في الشريعة الإسلامية بعيدا عن التشدد و الغلو أصدر الشيخ سعيد كتابا بعنوان المفاهيم الصحيحة للجهاد في سبيل الله تناول الشيخ سعيد قضايا التكفير و الخلاف بشأن بعض المذاهب و الفرق قبل أن يضع أبحاثه على ضوء ما جاء في القرآن و السنة مؤكدا أنهما المرجع لحل خلافات المسلمين استفاد الشيخ سعيد بن وهف القحطان من ملازمته للشيخ عبد العزيز بن باز لنحو عشرين عاما وتأثر الراحل بمنهج بن باز في التعاطي مع كثير من المشكلات انتهج الشيخ سعيد بن وهف طريقة بن باز في الدعوة والبحث العلمي ما منح مؤلفاته أهمية تفوق الكثير من نظيراتها في المكتبة الإسلامية في عام 1411 حقيقة بعد انتهاء أزمة الخليج ألف الشيخ كتابا اسمه الجهاد في سبيل الله في ضوء الكتاب وسنه و حقيقة أن وزارة الشؤون الإسلامية في ذلك الوقت وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ صالح تبنى هذا الكتاب نظرا لصدق منهجيته و ما يدعو إليه الكتاب هذا من اتباع ولاة الأمر وعدم الخروج عن أوامرهم و تأصيل هذا الجانب تأصيلا شرعيا وفق تلك المرحلة في عام 1417 بعدما ظهرت كثير من الأحداث و بعض الأفكار الهدامة لجزء من الخوارج التي تعلمون أحداثها ألف الشيخ كتابا اسمه قضية التكفير و أوضح فيه الأفكار الهدامة التي تبنىها الخوارج و ما يجب على المسلمين اتباعه في ضوء الكتاب والسنة بعدها بمرحلة حقيقة ألف كتابا في عام 1420 هو تقريبا 22 المفاهيم الصحيحة للجهاد في سبيل الله و كان هذا الكتاب يصاحب تقريبا موجه من العنف و من الأحداث الإرهابية التي تبنىها كثير من أصحاب الفكر الضال فكان هذا الكتاب له حقيقة دور في تأصيل المفاهيم الصحيحة التي يجب أن يكون مسلم عليها و يعيها و يتجنب كثير من الأفكار التي يتبعها الغوون بعد ذلك حقيقة في عام 1436 ألف كتابا اسمه العلماء و الملوك و الأمراء في مذهب أهل العقيدة الكتاب والسنة أيضا وهذا مهم جدا في حياته أنه كان يتميز بسلامة التوجه فكان على عقيدة أهل السنة و الجماعة على فهم السلف الصالح سلفية العقيدة لم يكن له انتماءات حزبية و لا يعني يميل إلى التفرقات و الاجتماعات لا كان على منهج السلف و منهج علماء هذه البلاد و منهم الشيخ عبد العزيز بن باز لأنه رافقه و لازمه فترة طويلة و قرأ عليه كثيرا من الكتب حتى تميز بأنه من أبرز تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليهم جميعا و على جميع المسلمين عاش الشيخ سعيد بن وهف قريبا من الناس و من قضاياهم و كثيرا ما كان يشارك في حل مشاكلهم و مساعدة المعسرين و أصحاب الحاجة منهم انتهج الشيخ سعيد بن وهف أسلوب الترغيب و الدعوة بالحكمة و الموعظة الحسنة ما منحه حب الناس و تقدير كثير من علماء الدين لشخصه و علمه الشيخ رحمه الله تعالى بنى يعني مركزا خيريا قريبا من مسقط رأسه في مدينة أو في محافظة يقال لها طريب و هي تبعد عن العرين بحوالي 20 إلى 25 كيلو بنى هذا المجمع الخيري يعني قبل أكثر من 17 سنة و لم نكن نعلم بأن الشيخ هو من قام ببناء هذا المجمع الخيري مجمع خيري يشمل جامع كبير و يشمل أيضا مدرسة لتحفيظ القرآن و شقق سكنية و بيتاني للإمام و المؤذن و لم نكن نعلم أن من بنى هذا الجامع هو الشيخ رحمه الله تعالى و لم يخبر أحدا حتى قبيل وفاته قبيل وفاته أخبرني بأنه هو من قام ببناء هذا المجمع الخيري و قال لي بأنه لم يخبر أحدا سوى الوالدة رحمه الله تعالى و قد كان يستشيرها بجل أموره جميع أموره يستشيرها كل أموره من زواج و من عمل و من يعني بناء مساجد و كانت هي الحافظ لأسراره يخبرها بالأسرار التي لا يمكن أن يطلع عليها أحدا فيقول لي بأنه أخبر الوالدة وهي الوحيدة التي تعلم عن هذا المجمع الخيري عندما سألته لكثرة تنقله و انقطاعه انقطع أحيانا كان يشرف على هذا المجمع انقطع أحيانا لمدة أسبوع أو أكثر فتسأله فأخبرها و طلب منها أن لا تخبر أحدا و كالعادة لم تخبر أحدا و ماتت بهذا السر يعني دفن هذا السر معها و لم يعلم به أحدا حتى أخبرني قبيل وفاته و كان الهدف من إخباري هو أنه يخشى أن لا يهتم أحد بهذا المجمع الخيري و عندما أخبرني يعني اقترحت عليه اقتراحا و قلت له لا نعلم يعني من سيموت منه أولا و لكنني اقترح أنه بعد عمر طويل و بعد وفاتك و كان في المراحل الأخيرة من المرض أن نسمي هذا الجامع باسمك حتى يدعو لك الناس لكنه رفض ذلك في حياته و قد فهمت منه بأنه لا يمانع يعني بعد وفاته فعندما توفي رحمه الله تعالى أخذنا الموافقات اللازمة و تم تحويل الجامع و المجمع باسم الشيخ سعيد بن علي بن وهاب رحمه الله تعالى هذا يدل يعني هذان الموقفان يعني يدلان دلالة واضحة على إخلاص الشيخ في عمله و عدم الرياء و عدم حب الظهور و عدم يعني رغبته في أن يشتهر بأعمال الخير و يعني أمام الناس و كانت كل أعماله بهذا الشكل أيضا كان ينظر إلى العادات تعلمون أن في كثير من المجتمعات هناك في بعض المجتمعات في كثير من بعض المناطق حقيقة لديهم بعض العادات التي قد تكون حميدة و قد تكون سيئة و لذلك في تقريبا آخر خمس ست سنوات في حياتي رحمه الله نظر إلى بعض السلبيات الموجودة في بعض القبائل حقيقة الموجودين في المنطقة و كان يرى بأن له دور أو عليه واجب بأن هؤلاء الأقربون أولى بالمعروف و إنه يعني دوره كان توعوي و يدعو إلى الله بالحكمة و الموعيفة الحسنة فكان يجب عليه أنه يعمل عمل معين بحيث يبلغ الناس بأن هذه بعض العادات و بعض التقالية التي قد لا توافق مع الدين في بعض الأحيان أو قد يكون فيها تكبر أو قد يكون فيها إسراف أو قد يكون فيها مخالفة لبعض الأنظمة التي وضعت في الدولة جهلا منهم مثل حمل الأسلحة و ما إلى ذلك في بعض الاحتفالات و إلى آخرهم و لذلك ألف أكثر من كتاب في العادات القبلية و زار كل شيخ في بيته و حاول يوضح له بعض المفاهيم طبعاً في بعض الأساليب و بعض التقاليد عند الناس تعتبر عندهم زي ما تقول خط أحمر لأنه ما يستطيع أن يتخلى عنها بسهولة يعني موروث سابق و حقيقة أشاركني الشيخ رحمه الله معاه في كثير من هذه الجوانب لأن هذه الأمور التحدث فيها يحتاج إلى جرأة في الحديث و ربما أنك تفقد قيمتك خلني أقول بين قوسين المجتمعية التقليدية عند بعض هؤلاء الذين لا يقدرون المغزى و المعنى الحقيقي لما ندعو إليه و لذلك ذهبت معاه في كثير من المشايخ و اجتمعنا بكثير من الناس و أبلغناهم بعض العادات و أنه يجب عليهم أن يتخلوا عنها و أن تكون الأمور أكثر انفتاحية وفق ما أمر الدين و وفق الأنظمة و القوانين التي يشرعها النظام في البلد و إلى آخره و ترك الأمور التي قد تفسد أكثر مما تصلح و ما إلى ذلك و ألف أكثر من ثلاثة أو أربع كتب في هذه الجوانب الاجتماعية و العادات و التقاليد التي بين الناس و خص بها قبيلته نظرا لكون أنه لا حق عليه ولا حق عليه ولا هم حق عليه فحقيقة هم حقيقة في الأخير تقبلوا هذا من الشيخ رحمه الله لأنهم يرون فيه الصادق الناصح الأمين الذي لا يرجو إلا منفعتهم لا يرجو إلى منصب ولا جاه ولا إعلام ولا يحب أن يظهر في أي قناة إعلامية و كان ما يصل الناس عن الشيخ و عمله و لذلك أنا حقيقة يعني اللي رأيت يعني يمكن أن ألخص الوضع في قول الله تعالى و قل اعملوا فسير الله عملكم و رسوله و المؤمنون بالفعل هو كان يعمل و بتوفيق الله عز وجل أن الناس جميعا في جميع أسقع الأرض عرفوا بعمله دون أن يروه شخصيا أو يعرفوه شخصيا و هذا يقتضي الإخلاص و القبول من الله عز وجل و نعتقد بأن هذا تحقق للشيخ رحمه الله لما نراه من قبول أعماله بين الناس و في المجتمع الذي حاول أن يؤثر فيهم بما هو فيه مصلح لهم شخصيا قبل أن يكون هي واجب عليه كتوضيح و كذلك جانب الأخير من جوانب حياته أن هذا العمل كله في الدعوة إلى الله و طلب العلم و أيضا العصامية لم تشغله عن مسؤولياته الأسرية أي نعم و لا عن واجب أيضا نحو قبيلته فقبيلته قبيلة كحطان في منطقة الطريب في المنطقة الجنوبية لك يتخيرا منه فإنه كان يقضي إجازته السنوية دائما بين جماعته و ربعه و يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى و حصل على ذلك نفع كبير فإن هذه المناطق النائية يعني بعيدة عن مراكز التوجيه لكنه كان يركز عليهم حتى نبغ منهم كثير من طلبة العلم كذلك بنى عندهم العديد من المساجد و هو يعني إما من ماله أو من غيره من المحسنين و من أشهرها جامع كبير في مدينة الطريب من أشهر الجوامع في المنطقة الجنوبية و يتميز بوجود مقرأة للقرآن و تحفيظ و أيضا مغسلة أموات و تكامل في دور المسجد في هذه المنطقة الجانب المهم أيضا في حياة الأسرية اهتمامه بأسرته فكان أولا بارا بوالدته رحمة الله تعالى عليها حتى إنه ألف فيها رسالة في يعني والدته و كان أيضا مهتما بأولاده و بناته فكان يعني يحفظهم القرآن حتى أنهم يعني معظمهم حفظ القرآن الكريم و هو موجود و لا يزالون و الحمد لله إلى الآن بعد وفاته على منهجه في التمسك و التدين و الالتزام بدين الله سبحانه و تعالى ذكورا و إناثا ما رأت عيني مثل البر الذي رأيته في والدي لوالده كان طائعا لهما ضارا بهما يسعى في إرضائهما في أي أمر من الأمور و من ذلك الذي يدل على حبه لهما أنه ألف كتابا في فضل البر بالوالدين و كذلك حينما توفيت جدتي أم الوالد رحمه الله ألف كتابا فيه ذكر فيها مواقف من سيرتها العطرة فأسماه مواقف لا تنسى من سيرة والدتي من المواقف في بره بوالدي حتى في بعض الأمور التي بسيطة يعني أنه حينما ذكر لي المشرف أن الوالد رحمه الله و تعالى هو الذي بنى هذا الجامع بمحافظة طريب ذكر أن حتى الفرش الذي اختير لهذا الجامع سأل والدته جدتي رحمهم الله جميعا عن الاختيار لهذا الفرش أتى بعينات من الفرش و جعلها هي التي اختار هذه العينات لهذا الفرش فهذا دليل على حبه لها حتى بعد وفاتهما بعد وفات والديه كان بارا بهما يدعو لهما يتصدق عنهما يزور أقاربهما أقاربهم و يزور كذلك أصدقائهم لم يقطعهم من الصلة أصدقاء من بره بوالديه أنه كان يزور أصدقاء والديه و كان يأخذنا بعض الأيام لزيارتهم فكان رحمه الله و تعالى بارا برا عظيما بوالديه رحمهم الله جميعا كان الشيخ رحمه الله يتحدث عن بعض ذكرياته و يتحدث عن والدته رحمه الله و كان الشيخ يسوق لنا بعض الطرف والدة الشيخ رحمه الله علمها الشيخ القراءة و الكتابة و كانت في الستينات و كان يدرسها و يعلمها القراءة و الكتابة هي و زوجته و كانت زوجة الشيخ رحمه الله كانت في يعني كان عمرها 14 سنة تقريبا فكان الشيخ يدرسهم جميعا فكانت والدة الشيخ رحمه الله تمازح الشيخ رحمه الله وتقول له أنت تهتم بالطالب الصغير أكثر مما تهتم بالطالب الكبير تريد نفسها رحمه الله ويعني تدريس الشيخ لوالدته كان له أعظم الأثر على والدته حيث حفظت من القرآن ثمانية أجزاء رحمه الله وكان الشيخ رحمه الله أيضا يحدثنا عن ابنه عبد الرحمن وكان الشيخ يسوق لنا بعض قصص عبد الرحمن بنبرة فيها شيء من الحزن لأن عبد الرحمن هذا ابن الشيخ توفي عام 1422 وكان عمره 18 سنة مهما عاش الإنسان الموت أمامه والإنسان ما يخاف من الموت لأن الله يقول ولي أخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تأمل إذا جاء أجل الإنسان كثير صغير ذكر أنذى إذا جاء ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أشجع الناس لأنهم يعلمون أنه ما يتقدم موت الإنسان ولا يتأخر ما يشجع الناس في الأول من أكتوبر من عام 2018 توفي الشيخ سعيد بن وهف القحطان في الرياض شارك الآلاف من المصلين في تشيع جثمان الشيخ الراحل وقدم الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تعزيهما لأسرة الشيخ سعيد بن وهف رحل الشيخ سعيد بن وهف القحطاني وترك لملايين المسلمين في العالم حصن المسلم ودليل الحاج والمعتمر كذكرى تكفي للدلالة على ما قدمه من مؤلفات أثرت المكتبة الإسلامية ولامست وجدان المسلمين من الشرق إلى الغرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر